بشرط ان انت اتبع معايا خطوات زي ما اعني بتبين. ها? الحصة اللي فات. ده على الاول نفتكر منها معلومتين. واحد. لو انا صورت المندبل الجانبي من برا. اهو. قلنا اكيد اللي هيظهر نص المندبل بس. وفعلا اللي صير نص المندبل اهو. وبدأت امس مغدة اسمها الصب من دي بولار سريفة لجلال. كنت مرسلها بالمنزر ده كده اهو. ايه ده? يعني ما خدتش بشوفها كلها. كان فيه جزء منها. بيظهر وجزء العظمة نخفيها. بس انا وصلت معاكم الانتفاق. حد فاتر. مين الشرياء اللي كان مع الغدة في نفس المسلس ولازق فيها وما بيسبهاش ويدمه طالع عليها بالمنزر ده كده. مين يقول لنا يا جماعة? مين الشرياء اللي انا رسمو ده? عظلنا الفيشة القرض. اذا من هو الشرياء المسؤول عند غزية الجلال. عظلنا عيب امر. ده لازق فيها. يبقى لو اخطري اهم شرياء بالنسبة لك. هتختار الفيشة. ده لازق فيها. يبقى لك. وصلت من اهم شرياء. في الصب ما نجيبه لرساليفة رجلات. هو الفيشة القرض. مطبقين يا جماعة? تعالوا نشوك احنا خدت اياه بكده برش. حيث اريفات. خدت عضرة الهيو بلصص. وعرفت. انها بتقسم اسمه لتلات اجزاء. اول جزء بيبقى اس شيء. واصلنا انا فصلت هو اس لي. واضي تاني جزء تحت العبار. اهو. واضي السرد برد اهو. من رائع يفكرني. مين الخده. اللي كانت لازقه في السرد برد هنا. كان اسمها سابلينجو والساليفة رجلات. يبقى انا يا جماعة. عندي اجنين ساليفة رجلات النهاردة. بيتطاع النوعية. واحدة تكلمت فيها الحصة اللي فاتت. اسمها ساب منديبولر والتالي اسمها ساب ايه يا جماعة? ليه جوال? انا عايز ايه اللي انا بقوله ده? انا عايز اتكلم الغدتين. هكلم الساب منديبولر الاول. يا ساب منديبولر. نعم يا دكتور. مين اهم شريان انت بتعزين? اكيد هتخضر من يا جماعة الفيشة. اللعبة عجبتني. فقلت اروح اتكلم الساب لينجوال بقى. يا ساب لينجوال. نعم يا دكتور. مين اهم شريان انت بتعزين? طبعا هكون اللينجوال طبعا. يبقى يا شباب قبل مشرحها. اتفعنا. الصاب منديبولر بتعز الفيشيال والصاب لينجوال بتعزيني يا جماعة. ليه بقى? انا حشرح تلات صفحات اقسم بالطريقة واحدة. مينة دمتوا للتلات صفحات تخلتها اتشرحها. شوفوا يا جماعة انا عشرحها. واحد. حشرح بتاع الغده دي. طب وبعدين. والنيرف بتاع الغده دي. طب وبعدين? حد فاكر الجنج اليوم. اللي كانت متعلقة من اللينجو والاسمها ايه يا جماعة? صب منديبولر جاد مني. انا عشرح تلاتة في نفس واحد. معنى كده ان تلات عنوين نفس الاجابة. هو فاكر واحد بس عند الله وبعدين. تلات عنوين نفس الاجابة. والله العزيم ولا كلمة جديدة الا كلمة. عشانا نكون صافر. تعالوا بقى نشرح ان يلفز اهناي بتاع كلهم مرة واحد. من رائع يقولي. هو واحنا ما خدنا البروتر. وكانت سليفري. النهاردة بناخد الصب منديبولر والصب لينجوال. وسليفري. حد فاكر. النيرفز اهناي. بتاع الغده دي. بيبقى كم نوع من النيرفات? تلات. لازم. يبقى معك سنسوري بيبدأ بالاس. ومدام معك سنسوري بيبقى نحتاج هس دانيا. اسمها سنبزاتك. ومدام في سنبزاتك اكيد في بعضة سنبزاتك. اذا ده مش انجازة انا معك. دي قواعد متفق عليها. ان لو الغده سليفة دي. لازم اوفر لها تلات عناصر. لازم. سنسور. وسنبزاتك. وبقى ايه يا جماعة? سنبزاتك. والله العظيم ما اخترح حالة. وكل منطق جدا. مش انا قلت قبل كده معانا نرفي اسمه هاو. اللينجوال ده كان بيتعلق منه اسمها صاب من جيبه لالجانجليون اهل. حد فاكر. كنا خدنا سيولا لابليكيتس. وخدنا اوتيك ماليش دعوة. ازاي نقلف السنسوري دايما? هو النيرف اللي بتتعلق منه. وصادعية الجانجليون متعلقه من نيرف اسمه ايه يا جماعة? في موقع السنسوري. يبقى السنسوري خلص. تلا مجهور بتوحيد قواعد متفق عليها. كيف تؤلف السنسوري? هو النيرف اللي بتتعلق منه. وكلمة بتتعلق يعني صصفنت. مين يخلص لي السم بساتك يا جماعة مش عايزاش بسرعة. اكيد. معك تلات مصادر للسنبساتك العادة. اكيد. جانجليون اسمها سيبيريون. وجانجليون اسمها ميدل. وجانجليون اسمها ايه يا جماعة? انفيليون. من شاطر يقول لي. دائما وابدا في المذهب كله. بنتعمل مع يا جماعة. مع السيبيريون. والله ما لم تغير الكلام. استقلنا. هو السم بساتك. بتمشي في الشارع لوحدها. ومن بتعمل ايه? بتنقي اهم شريال. تلفة حواليه. مين يقول لي الصب ما نجيبه الارتنائي ايه? والصب ما نجيبه الارتنائي ايه? طبعا الصب ما نجيبه الارتنائيه. وطبعا الصب لين بوالتنائيه. حتنائي الفشيال ولا اللين بوالتنائيه. شفت بقى ارزني كده فاضلي مين يا شباب? البرسن بساتك. تعالى تاخده بسهولة شوية. والله العزيم ما نبير حاجة. هو واحدة حلعة. حد يقدر يقول لي. هو البرسن بساتك دائما وابدا. ليه كم شرط يا جماعة? تلات. ايه هم التلاتة كلنا مع بعض. لازم يقرس. يطلع منه استنى. يروح بنفسه للجنجل ولا عن طريق فرع? فرع. هي لي الشروط يا جماعة. انا مش اسم الجيلاند? او نوع الجيلاند. الجيلاند النهاردة بتاعك. نوحة اندوكراين ولا ساليفرين? ساليفرين. يبقى اكيد ان يوكراس اسمها ساليفرينيوكراس. لا استنى يا دكتور لو سمعت. حاضر استنى. هو يا دكتور البروط معلش كان نوحها ايه? بردو ساليفرين. يبقى بردو ان يوكراس اسمها ساليفرين. خلال مصبوع. طب انا كده يا دكتور حالها اربط الاتنين مع بعض. قلت لك. اما احتاجت اتنين ساليفرين. ربنا خلق اتنين نيوكراس اسمهم ساليفرين. واحدة سيبيريور. والتانية انفيليور. اللي فاعدة. البروطت كانت خدت الانفيليور ساليفرين. النهاردة الصاب منديبولر بتبدأ بحرف الاس. اظن وفعي جدا انها تاخد نيوكراس اسمها سيبيريور الساليفة لنيوكراس. يبقى انا وفرت اول شرط. وتقريبا اتحللت. مين راقع? يطلع مين هو الكرينيا النافر? مين يقولي مين الكرينيا النافر? طبعا الفيشي. ده انا قلت اين يقرس في المنهى بتبدأ بحرف الاس لازم يطلع منها نرفي اسمه فيشيال. كده يبقى فضلك شرط واحد. وهو الجنجي يونا. يطرع الفيشيال. يروح بنفسه للجنجي ده يا جماعة? ولا لازم يطلع ده لازم يطلع برانش. والبرانش ده بالغصب عني لازم يمشي كده. ليه يا دكتور? ليه يا دكتور بالغصب عني لازم يمشي كده? ما هو يا جماعة? اصارت عينك? الجنجي اللي هم متعلقه من نرفي اسمه ايه? لازم الاول روح اللينجول واللينجولك هو اللي يبعتني المين يا جماعة? للجنجيو. العالم يقول كده. اذا المشكلة مين البرانش ده? اكيد طالع من فيشيال. طبعا احنا طبعا يقول مين? لو انت تلاحظ. البرانش ده شبه الحبل. هو كرمد حبلي يعني ايه? كرد. بس حتة دلع بقى. حسميه كردة. يبقى كلمة كردة. دلع كلمة ايه يا جماعة? كرد. عارفين الكردة دي هتعمل ايه? هتعمل من ثلاث حاجات السنادي. من دل مهر. انها هتغزي الازن الوسطى كمان. حد فاكر الاسم الحركي للازن الوسطى ايه? تمبالك. يبقى الحبل اسمه كردة تمبناي. او عتنسى اول وظيفة للحبل. او الوظيفة. انا عرفتها النهاردة. انها اداة توصلة. ما بين الفيشيال وبين اللينجوال. عاملة زي الحبل بحت الدلع. فما قلتش عليها كرد. امان قلت عليها ايه يا جماعة? كردة. واتمن احد وظائفها اللي انا لزه ما كنت تحركي. ان انا اغزي الازن الوسطى. اكيد الحبل اسمه كردة ايه يا جماعة. انها. عارف كده انا خلصت ايه? انا خلصت النربس اولاي بتاع الصف من يقول ابو جلالي. وخلصت بتاع الصف لينجوال كمان. وخلصت شرح الجانج اليوم كلام. مش انا قلت ايه جانجي اليوم. لها سمسوري وسنبساتك وبرق. طب هو نفس الكلام. ضربت تلات صفحات في لحظة. انت ما تزاكر زاكر كدسك. وانا كاتب لك مقاعد. قلت لك نفس الشرح الصابر. نفس الشرح الصابر. ويا جماعة المبادئ اللي احنا اتفقنا عليها. ما اعتقدش ان انا بايضة. شفته بقى لو كنت خدت كل فيلم لوحده. ما حطناش خواعد. اقسم بالله كان زمان دي ماخد ارابل دلوقتي. حلوة. بس يا دكتوري. انت ما قلتلناش حاجة عن الصابنج والسالفة الاجلالات. هقول لك حضر شوية حاجات للوقت. يلا يا جماعة لو حد سألك سؤال عب ما تبقاش عارفه بصراحة. بعد ما انا قلت الحاجات اللي انا قلتها الفترة اللي فاتت. مين الغدد اللعابية الرئيسية في جسمنا بقى. قصرنا اول واحدة بغدد. وتاني واحدة صاب من دي قدر. والتالت واحدة الصاب دي يا جماعة. الصابلينجوال دي? تعتبر اصغر واحدة افتت. اصغر ساليفة ريجلاند في اكتلاتها. اسمها صابلينجوالساليفة ريجلاند. طب معلش يا دكتور عزرا ما تفكرت بمكانها داني كده حاضر. حصة اللي فاتت. قلت لك. سيبك من كلام التخريف اللي بيقول ان انا بصور الماندبل من بره بس. مش عايز ما كده. طب ما انت ممكن تصوره من جربة. اهو. يبقى يا جماعة مش معنى ان انت لقيت نص ماندبل. انه ما تصور من بره. بالقلب جده. وصد عيني. انا اقدر اصور من بره. واقدر اصور منين يا جماعة من جوا. انا صورت منظر جانبي. وحاسمه. والشاطر يقول لي من بره ولا من بره. ادي عظمة الماندبل اها. وعلشان تزدقني. ادي شوية سنانة اها. شباب لو انا رسمت هنا فورمان. انا كده من بره ولا من بره. من بره. عايز تاكل ان انا من كلها اقطر. حواليك خط. بيبدأ عند اخر سنة هو. اسمه. ميلوهايويدلايان. حصة اللي فاتت. قلت لك ده مقلب في العمل. احيانا. نحط علامة تحت الخط. واحيانا علامة فوق الخط. ساعة بتقعد تقول مين العضلات دي. يا شباب. دي مش عضلات خالص. ده ده المكان. هو انتم صورين من جوة اللي من بره صحيح. من بره. ده المكان اللي بتقعد فيه. ده المكان اللي بيععد فيه صب من دي بولار سليفة رجلات. وده المكان اللي بيععد فيه صب لنجوان. يبقى ده اسمه صب من دي بولار فصة. وده اسمه صب لنجوال ايه يا جماعة فصة. يبقى ما دي اللي تسألني النهاردة. كلام اللي انا قلت العصة اللي فات. اين دي توجد الصب لنجوال? هقولك في الفصة بتاعت. طب تعالك كده اما انا بصفها اكتر. يلا كمعا. مين الخط اللي تحت الصب لنجوال على طول? الميته هليوت. من غير مزعجة. هو يا دكتور لو حد سألني مين فوق الصب لنجوال? هقوله السنان مستحيل. مستحيل. ده كده السنان تعوروا الغده. الغده في المكان ده بتبع متغطية بميوكس من برين يا جماعة. يعني لو حد سألني. مين اللي تحت الصب لنجوال? هقوله المينو هايه اللي? طب مين اللي فوق الصب لنجوال? هقوله حتة غشاء مخاطي اسمه ميوكس هي يا جماعة من برين. حد فاته. البروتت جيلانت كان بيطلع منها بردو خمسة. عارف الصب لنجوال اللي انت مستقوم بيها. اللي انا لسه اقيل لك دي اصغر واحدة في التلاتة. بيطلع منها عشرين امه بها. الصغيرة دي. الصغيرة دي مش هيطلع منها امبوبة واحدة. هيطلع منها عشرين امبوبة. لازم تسألني. هيفتحوا فيه? اكيد في بردك. مش دي يا جماعة هدت لعبية. وبقى فيه اللعابة. لازم تقول فين فبقى بقى. مش هنروح بعيدة عن الحسة اللي فاتت. حسة اللي فاتت. قلت لك اما تروح البيت اقعف وصد مراية. وافتح بقك على الاخر. هتلاقي لسانك. ايه اللي منسوب بحتة الميوكس من برين. منسوب. حتة الميوكس من برين اهيه. جبت سيرتها الحسة اللي فاتت. حد فاكر. سميناها بالعربي ايه? اللغلوغ. وقلت لك اللغلوغ ده اسمه. فريق من اليم. ممكن انت في خلاقه بيبقى كل واحد عايز يثبتلي التاني انه هو الاقوى. صح صح. مش عارف تبكلم مين? وهو مش عايز كتلك. انت صح صح. انت مش عارف انا مين? وهما اللي اتنم يعلم بيوم ده ربنا. بلطقية. وكل واحد عمال والله العظيم لو كنت جيري كده تاني لقطع لك لسانك من اللغلوغ. كلام بقى خلاص بقى استهلاك. عايز يباين بقى ان انت ابن سفيري. واباك حيباك دير التانية. انا هقطع لك لسانة من الفرينيليم بتاعه. اه. هو بقى مش عارف اين الفرينيليم ده. لا يا عم لا 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 ده بان عليه واصل. ده بيتكلم لغات ما شاء الله. اه ديك عارف ان كلمة لغلوغ يعني ايه يا جماعة? الفرينيليم. الحصة اللي قلت ربنا يخلق جنب اللغلوغ جزء مرتفع على السطح. وسميته بابيني. ده المكان اللي اتفقنا من الصبمن جيبرل بتفتح فيه. انا النهاردة مش عايز الصبمن جيبرل. انا عايز الصب لين? اللي هي كم اهدهوبها جماعة? عشرية. عارفيني البابينيلي دي هتعمل ايه? هيطلع منها حد جديدة. اهيه? شافيني يا جماعة طويلة ازاي? يا جماعة ما اسمهاش بابيني بقى? حدت الميوكس اللي طلعت اسمها فونت. بتيجي في الامس كيو بالابل. يقول لك الصب من نيجولر بتفتح فينه صب لك والفين. علشان انت مش هتبقى مركز قوي. ان فيه فرق. ما بين كلمة بابينيلي وما بين كلمة ايه يا جماعة? فونت. حد يرضى يقول لي هو الفونت مسحول لبرا لكده. عشان يفتح فيه العشرين امبوب. شوفوا بقى هتفتح ازاي? العشرين امبوب اهم يا جماعة. اهام. 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 يبقى يا شباب لو قال لك الصب من دي بوررفين? هتقولولو في البابيني ولا في الفورد? في البابيني. انما لو قال الصب لينجو الفين? اقول له ايه يا شباب? في الفورد. مع ان الفورد مين مسؤولة عن تكوينه يا جماعة? البابيني نفسها. يبقى في فارق ما بين كلمة بابيني وبين كلمة ايه يا جماعة? كده بصراحة الغيب دلوقتي انا شايف الحصة ماشية هدية وخامس. كده المزكرة تلتة خلصة. دلوقتي انا حبدأ في جزء بصير كده في الرابعة. يا ريت اللي احنا فشلنا فيه. في الثلاث مزدبرات اللي فاتوا. نحاول نمتع فيه في الرابعة. ما معادش في الرابعة والخمسة. ولو خشلنا في الرابعة ايه واحد تسعة? ايه واحد تسعة. يعني ايه? اهل خمسة? ماذا في امل ايه واحد تسعة? ايه واحد تسعة. لا. فين يورو يا فانت المريحة في الفانت يعني ايه. شباب. ارجوك تركز معي المعلومات. في المزكرة الرابعة بالذات. مقررة كوي. يعني هتلاقيني في الحصص من هنا ورايح. دكتور انا مزاكرتش. بس احاسس ان انت قلت الكلام ده بلي كده. الحاجات هتسلم بعض ايه واحدة واحدة بقى مع زلاخ. خدنا عضمة مشهورة كانت في السوركس من قدامه. كان يسمعها عضمة ايديها يا معاني. استرنا. روح تجاهي. ركزها شارك معاني وسمعها. رسمت عضمة الاسترنا فيها. استنى بقى. ما نشوف في ناس فكرة ولا كله نسي. الاسترنا ما ايه? عظمني يا جماعة. اول عضمة بتمسك في الاسترنا. الطلع الاولاني? ولا الكلافك انا? الكلافك انا. اول عضمة بتمسك في الاسترنا. الكلافك الايه. وساعدها. المفصل ده نسانيته. حسب العظم اللي بيتدوده. مش هو كده يا جماعة. يعتبر استرنام مع يبقى اسمه استرنو كلافيكولر. استرنو كلافيكولر جويل. استنى خد المعلومة دي كمان. اعلى حتة في الاسترنام اهل. كانت ادخل حتة. كنت بقول عليها الحارس بتاع الاسترنام. مادخينة. والحارس بيبقى راجل. وسميتها راجل. سمت الحتة الدخينة دي. مانيبريام. يبقى يا شباب. على حتة في عضمة الاسترنام. ادخل حتة. اسمها مانيبريام. واول عضمة بتمسك في المانيبريام. عضمة الكلافيكيل. وتعمل مفصل اسمه استرنو كلافيكولر جويل. انا مال يا دكتور ومال الكلام. ده اي اهو في الكلام? السنة اللي باتل. طبعا فينا دراسة اللي اقدر من السورة بس. السورة بس. كان في شريان ولا اعظم من كده. من حقها. اقول لك ترسموا فيه? ورا المانيبريام على طول. فبرسلوا النقط اهو. خل يا دكتور. مين الشريان ده يا دكتور? ده ده القرش بتاع الاورطة. ايه زالي? لازم تعرف ان القرش بتاع الاورطة? مش في السورة بس? لا. اصبح دلوقتي يهمني انه ورا عضمة مين يا جماعة تحديدا المانيبريام. القرش ده كان بيطلع منه تلاث برانشات اساسية. اول برانش شمال. اهو. دكتور دكتور. دراح الرهبة يا دكتور. طبعا انا عايزه عشان بيروح مين يقول ده? هو المرحل ده ابا. اضطر يمشي ورا مفصل اسمه ايه? هو ده السيسي بتاع الاها. هو ده وتمنه شمال اسمه ليفت كومان كروتد. يبقى المسالة بما يرد الله. ليفت كومان كروتد يا جماعة. بدأ في الابتي ولا بدأ في السوركس? في السوركس. لكنه طلع من القرش مباشرة اهو. والله يا جماعة. ما دام عندي كومان كروتد شمال. اكيد عندي كومان كروتد يميل. بس اقسم بالله ما كان بيطلع من القرش. القرش. كان بيطلع منه شريان عديل الاسم. اهو. اسمه الانومينيت ده كان بيتقسم حدتين. ما ندش دعوة بحدة خلينا بحدة بس. الانومينيت. حيطلع منه القومان كروتد الناحية التالية. كده القومان كروتد اليميل. يعطمر بدأ في السوركس ولا في الزعبات? في الزعبات. اذا سيبك بقى من حكاية كومان كروتد. انه في الزعبات. لا لازم تحدد بقى. لازم تحدد ان الشمال بدأ في السوركس. لانه بيطلع من القرش مباشرة. انما اليمين لا. اليمين. الارش ادى انومينيت. والانومينيت هو اللي طلع على ريه كومان ايه جماعة؟ كروتد. اذا اول حاجة لقلتها. قلت الارشن بتاع الكومان كروتد اطري. والقرجة ده بيجي في الامتحان كتير. عارفين ليه? لاني اليمين مش شبه الشمال. الشمال بالقرش مباشرة. انما اليمين لا مش بالقرش مباشرة. العرش. الده واحد عديد الاس. هو اللي وصل للمنصة. اللي اسمه يومينيت. واليومينيت ده تقسم حتتي ايه? من ضرنهم حتة سماع كومان كروتد. بس المرات دي ريت ولا ليفت? ريت. اذا في جميع الاحوال الكومان كروتد بقى فرقه بتسعة تقص. اذا انا عرفت دلوقتي اني الكومان كروتد بقى فرقه دي. اوكي ماشي عليك. حيوصل لغاية فين يا دكتور? حيدخل البرجومة? حيتقسم? ما راحتش. تعالوا نعرف بقى? واللي حيجاوب دي اقسم بالله الافوق الرائعة. حد فاكر. تفاحة ادم. كان ليها اسمعني. سيروية قرطلش. حد فاكر كان اسمها سيروية قرطلش دي. عشان في نفس مستوى الابر اند بتاع السيروية كلا. السيروية قرطلش اهو. السيروية قرطلش. بما يرد الله اهو. سيروية قرطلش. كان بيمتلك خط ماجن. كان اسمه اللي زاكر السيروية كانت بتبدأ في نفس مستوى الخطلش. اللي هيدا القرطل يدن وطالع على كل نحية. اهو. اول ملاقص سيروية قرطلش خلص. خلص معك. هل كده الكومان كروتت? خلص. عند موميكلاين? لا. عند الابر بوردر بتاعي تفاحة. وطبعا مش محتاجة اقول لك. اللي ما بيخلص. بينقسم لشرائلنا اللي احنا عارفينها. اللي هي. اكسترنال كروتت. وانترنال كروتت. قال لها. ده كده. ما كان نهاية الكومان. هو ما كان بداية الانترنال. هو ما كان بداية مين يا جماعة? الاكسترنال. العالم يقول كده. عند بتاع السيروية قرطلش. انا معك ان السيروية قرطلش قرطلش. حد يقدر يتوقع. بتاع السيروية قرطلش. عند مستوى الفطرة رقمتها. انا ممكن احفظها اه. وليه? اه? مش احنا خلنا السيروية. وعرفت ان السيروية بتخلص عند الخط ده. والسيروية كانت في مستوى خمسة وستة وسبعة. وتي واحد. يعني ان ضع طرفت الطريقة غير مباشرة. ان ده في مستوى الفطرة رقم خمسة. يبقى اطلع قويها شوية. هتلاقي اربعة. وحتلاقي تلاتة. هو بيخلص. عند الديسك. اللي بين سي تلاتة وسي اربعة. يبقى براحتر ده. عايز تقولي. انه بيخلص عند بتاع السيروية من قدام. ودي معلومة مهمة جدا في العمل يا عالغسة. ليه? هو ده دكتور كومان قلت انت. ولا انترنل ولا اكسترنل. عبا انت قدرت دعم ان القمل اخرق. الابر بوردر بتاع السيروية القرطيج. والمذاكرتك القديمة. عرفتك اني ده ما كان سي خمسة. يبقى فيها بشوية سي اربعة و سي انا قلت لك انه بيخلص ما بين سي اربعة و سي كم يا جماعة تلات. اذا. انت عرفت الغيب دلوقتي اربع حاجات. اولاك انت عرفت ايه? انت عرفت بتاع الكومان كار. وعرفت بيخلص فين? وعرفت. الاكسترنل بيبدأ فين? والانترنل بيبدأ فين? طب حق يقدر يقولي بيبدأوا فين? اكيد في مكان نهاية اللي هم عايز تقول بتاع السيروية ماشي? عايز تقول في الدسك اللي بين سي تلاتة و سي اربعة ماشي. السؤال بقى دلوقتي. امالي الكاروتد والانترنل كاروتد بيخلصوا فين. اه صحيح. انا عرفت بدايتهم بس. بس انا والله ما عرف خلصو فين. طبعا. ما حدش يسألني على الكومان كاروتد مش حروقة عليها. طب البرانشات اهيه? انترنل كاروتد وهي يا جماعة واكسترنل. استنى ما وضح لك معلومة حنحتاجها كمان. شباب. ما تفوتوش دي ارضوكم. واحد. انا قلت من شوية معايا كومان كاروتد اهو. حصل. والكومان المفروض يتأس لاكسترنل. ويتقسم لانترنل. شايفين يا جماعة? الحتة دي تخنت ازاي? هو يا دكتور الحتة اللي تخنت دي. نقول عليها تبع الكومان ولا تبع الانترنل ولا بل اتنين? بل اتنين. عارفين يا جماعة الحتة اللي تخنت دي اسمها ايه? اسمها كاروتد صاينس. يبقى كلمة كاروتد صاينس مش انجاز. والحاجة. دي منطقة واسعة. ممكن ترسدها بطريقتين. ممكن تقول عند انقسام الكومان كاروتد صح? او عند نهاية الكومان كاروتد مصبوط? او عند الدي اتنين يا جماعة? الاكسترنل. انما الاكسترنل مانوش داعو بيان خلص. اسمها كاروتد ايه يا شباب? صيص. خد دي كمان. ربنا بيخلق حتة بلية. اهيه. البلية دي. قالولنا السنة اللي فاتت. انها بتتحكم في معدل التنفس بتاعنا. اما الاكسوجين مقل. والكاربون ديوكسايد يزيد. نفسي بيزيد. كانوا بيقولوا عليها في الريسبيريشان كيمو ريسبتورس. كيمو ريسبتورس? يعني بتتحكم في معدل الريسبيريشان. الحتة دي كان اسمها كاروتد. باطي بجيجي في الامسين. او الله. الناس ما بتدقعش. ايه عم ساينس مباطي عم كله زي بعض. لا مش كله زي بعض. كاروتد ساينس دي حتة ضيوريتك. موجودة. في نهاية او بداية الانترن. انما الكاروتد باطي. ده كان كيمو ريسبتور. بيتحكم في بتاعنا. ما يبقى يا شباب. في فرق بين كلمة كاروتد ساينس. وكلمة كاروتد ايه دماعة? بط. دكتور. ما تهربش من السؤال لو سمعت. ها. لو واحد ايه? انت قلت لها يا دكتور الانترنال بدأ فين? والاكسترنال بدأ فين? بس ما قلتش خرسك. اوعى تفوت دي ارجوب لانها تعمل اكوش كده. حولوا كده تفتكروا معايا ارجوب. الحتة فيها يا جماعة فيها غلطة في كتاب الاسم. انا كلمت الدكتور مهي ديها. وهو مصر عليها. فانا حشرحها بغلطها. للاسم يعني. انا حشرحها بغلطها. ومكتورة في المزاكرة بغلطها. بس ده مش مرطتي بصراحة. حاول كده انت تفكر معايا. كنت برسم عطمة المندبل ايه بما يرد الله. ايه بما العطمة ايه. ايه. وادي السنان عشان ما تزعرش. مين العطلة? اللي كنت برسمها تحت المندبل بتتكون من حتتين انتيريور بلي وبوستيريور بلي. اسمها ايه دمعها. ايه. ادي الانتيريور بلي. وادي البوستيريور بلي. اه. جيد روعها. المسلس ده كان اسمه. كان اسمه صب ما نجيبه لالحوضاي دستر. وسعيها. كنت برسم هنا عبرها. وسميها قومه هايويت. وكان هنا بيظهر مسلس ده. كان اسمه كاروتت رايان جاني. مدان يا جماعة اسمه كاروتت. يحتوي على العيلة كلها. معنى كده ان القومان كاروتت موجود هنا. والانتيرنا الكاروتت موجود هنا. والاكستيرنا الكاروتت موجود هنا. انا حسنهم يا جماعة. من حق يقسم القومان كاروتت اهو. اللي كان بيتقسم لاكستيرنا الكاروتت وانتيرنا الكاروتت. اهو. كل داك. انا ما قلتش اين ينتهي الانتيرنا واين ينتهي مين يا دماعة. بس انت متاعك. انهم دلوقتي موجودين في مسلس اسمه ايه? اسمه كاروتت رايان. مين رجع? ذكر البروتت جيلانده قبل كده? بروتت جيلانده يا بماعة كنت برسمها هنا في السيرفس قالتني. يعني اعدى على العظمة اللي اسمها ريمص. حرسمها? البروتت جيلانده. قاعدة على الرمص اهده. بالمنزر ده كده اهو. يا بنا ما جدتش حاجة من بجنة. مين رائع يقولي? الاكستيرنال كاروتت. اهو. موجود في المسلس. حد فاكر هيروح فين بعد كده? كان بيروح البروتت. كان احد محتويات البروتت. وكان بيخلص في البروتت. وبيتقسم لبرانشات. طب هو يا دكتور هيروح البروتت ازاي? تعالى ما يلا يا رديس اهو. ايه العظمة ديس ما هي دمعه. مستيريو البروت. حيتطعر. يمشي تحتها. حرسمها انا اقصر. اهو. ويبقى كده. دخل الكلانده اهو. وخلص جوبا كان. بمنطقة البساط. يبقى شباب. كده الاكستيرنال كاروتت موجود في محطط ايه? واحدة. موجود في الكروط التراينجل. والخلص جوه بلند اسماء يا جماعة برضا. انت وضميرة. اضطر يمشي ديب لعضل اسماء يا جماعة. كده بداخل المسلس. الاسمه دايجاستريك. كده الاسم كده بداخل المسلس. ومصر انه من محتوات المسلس. عادت قولي الدكتور نوحي يا دكتور دايجاستريك. بتبقى نزقه في الماندوبر خلاص والمسلس خلص. قال لي لأ مدام جيبنا العضلة يبقى في المسلس. يا دكتور ما العضلة ما خلصتش العضلة مكملة لغاية المستوية بروسس. قال لا في المسلس زي ما مكتوب في المسلس. اوكي في المسلس. يبقى يا جماعة. حتلاقي موجود في المزكرة. انه موجود في الكاروت الكتوريانجل. وبعد كده موجود في الديجاست الكتوريانجل وضغر. بس مقبر اخاتمه بطل قلتلك انه موجود في المسلس. اوكي. وبعد كده دخل الكلان دي اللي اسمها ايه? بروس. ويبقى كده الاكسترنال خلص. حد في فكر. برنشات الاكسترنال ايه? يلا باخر. سام. امريكا. ليت? التمانية اللي ضربنا منهم. استنا بقى ما ده ديش معك شوك. فيش ميانين? انا على فكرة كلام ده بقى مش اكتاب الاسم اللي انا حروض الوحي. بس انا قادرتش مسلت. لو قلتلك مين الشرايين? عشان مسل دايجرام والصور. اللي تطلع من الاكسترنال. الاكسترنال كاروتين هنا معها. اكيد ليه واكيد ليه مستيريو سيفس. اختار مين اللي يطلع من مستيريو سيفس? مين الشرايين اللي معناها في اللي معناها. اصيب. الاكستيريو دايجرام. فعلا دم الشوريانيين اللي بيطلعوا منه من ورقة. اخر بلانشين في التمانية مينة. الاس اخير بلانشين. اسمهم استنى ما قولك معلومة كبيرة. ومن حرف ايه ده كان اسمه ايه? الشعب كله يعرف ان الفرنكس في خط النص. يبقى يوم ما اطلع من الشورياني. عمري ما اطلع من صيد بتاعه. انا لو طلعت من صيد بتاعه همشي كده لبرا. لازم اطلع من صيد بتاعه عشان اقدر اوصل لهن يا جماعة للبنعون. يبقى انا بس عشان مش افضل. لو لقيت البرانشات طلع من وره. يبقى دوم الابسيبيتر والبوسير بريده. لو لقيت اخر برانشين يبقى دوم الترميال الاسوريين. لو لقيت شريان واحد. طلع من الميديان صيد. اكيد ده اللي رايح للبنعون. اللي سميناه دكتور لو سامحت تقول لنا. انت قلتلنا خلاص. ان الاكسترنال بيدخل بول بروتد وخلص. حسنا. وما الانترنال يبقى? نفسه كده. يعني زي عمله? برضو غلطة برضو غكتابي الاسم برضو. الانترنال. حد يقدر يقول لي. مربوط في مسلس اسوها. كروبت رايحة. حيعمل زي الاكسترنال بالزبط. برضو. حيمشي ديب للبستيريور بني. اهو. صور كتاب الاسم. جاتب في الدايجاستر اكتراينجي. معاني الدايجاستر وسمينا الدايجاستر الخلص هنا هوا. مش كل حاجة جماعة تحت العبر اكتبه في الدايجاستر. هو بقى مصير. فانا عملت زيه. ده المصلحة بسرعة. ان الاكسترنال. والانترنال. موضعين في المساكس. معانيهم موسمينا مش موضعين ومفرر ده. الفان. الرجنين عدوا دي من العبرة. حصل. مين اللي دخل البروتة يا بنا? الاكسترنال. احنا خدنا لكده. ان الانترنال بيدخل البروتة? ومان الانترنال بيدخل? ده السؤال ده. انت رايح فيه? يا انترنال كروتة? يا لنا حختم فيك الحصة. شباب. او عتفوت دي ارجوك. ليه? الانترنال كروتة? بيطلع منه ما شاء الله تسع برانشات. سألها يا بكتور ما عرفش ولا واحد فيه. ما ما اخذ ده? انما الانترنال كان سريع سريع. صام امريكا لزعقنا منه بعد. تعالى فهمك الانترنال تشتغل الزر. والله العظيم. لو ما عملت كده تتعلم. الرسمة اللي انا شدها. الانترنال. موجود في القريط التريامل صح? ودخل الديجاستر التريامل صح ماشي صح صح صح. بس ما ناخدش البروتر. وهم انا رايح فيه. يا جماعة اسمه انترنال. عايز يدخل البنجومة بها. هل الاكسترنال دخل البنجومة? لا. طب انت لازم يا دكتور تقول لي بيدخل ازاي? اجيد عن طريق فتحة من الفتحات دي. وما انا رايح ادخل ازاي? ربنا بيخلق فتحة في البنجومة اسمها على اسم الشرية. اسمها كارطة فورا من اهات. يبقى ما تسألني. اين زهب الانترنال كارطة? وليما دخلش البروتر زي ياخون? اقول لك دا دا ليه هدف اسمه. انه عايز يدخل الجنجومة بتاعتنا. حتقول لي ازاي? قلتلك عن طريق فورا من اسمها ايه يا جماعة? كارطة فورا. ازان الانترنال كارطة كده يعتبر موجود في محططين. لغاية دلوقتي. واحد. موجود في الرقابة. حصنا. اتنين. موجود في فورا من اسمها كارطة. هزن بعد معدية الكارطة يبقى بايه جوة جنجومة? مين روحها? هروح فين جوة جنجومة بالزبط. كنت بروح الكافرنس صينص. الكافرنس صينص اهيه. من راعع يقولي الكافرنس صينص بما يرد الله. كانت جنب غد اسمها ايه? بتيوتاي جلاند. اهيه? اسكنة. هو البتيوتاي اللي دي كان لها اسمها ايه? هايبوفيزيس. ازان الانترنال كارطة دخل جوة الكافرنس ودي كانت المحطة التنها. مين فاكر. كان جوة الكافرنس لوحده. لا. كان معال عصب رقم ستة. اللي اسمها. ايش كلام جديد بارس? ازان. الانترنال كارطة. اقدر اقول انه فاربعة محطة. عندي كده معايا? واحد. كان في الهابان. حصل. ابنية. كان في فورة من اسمها كارطة. حصل. تلاتة. كان في صينص اسمها كافرنس. حصل. اربعة. برر كافرنس. دي المحطة الرابعة لتصيدين كافرنس. لازم تسأل نفسك سؤال. انت داخل نيه? ما كنت خلاص زيكم ببرة. اكيد يا جماعة داخل لمهمة عظيمة. ما فيش اعظم من تغزية المخ. حد فاكر. اعلى حدة في المخ. كان اسمها السربرم. السربرم اهو. هناخده في النيورو بالتفصيل ان شاء الله. ما تفوتش بقى المعلومة دي. اما ناخد انا مع السربرم في النيورو. انا هنحاول نعرف المعلومة بس شوية. في تحت السربرم. حتة تنربس تشو. اما ده عاملة طبيعي. ما السربرم اصلا نربس. حتة تنربس تشو اهي. ماذا يا دكتور الكرة دي? الكرة دي مع الجماعة شرايين كتير قوي. بتقعد تختاركها اهي. اهي. يا راح. دي بقت عاملة زي المصفة. حتة مربس تشو دي. علشان مصفة بقى بقول عليها برفوريتت. كلمة برفوريتت يعني مصفة. الحتة دي بتبقى قدام خالص في السربرم. فعشان كده بقول عليها انتيريور برفوريتت سابستانس. يبقى ايه يا جماعة كلنا دي مؤقتا. ولا حاجة. ده حتة خلايا عصبية. مالها موجودة تحت السربرم. فين بالزبط? تحت السربرم في الجزء الاماني. وعشان كده سمتها انتيريور. هناخد بقى في ان يورو. اني فيه شرايين كتير بتختاركها. انترسمها برفوريتت. وحسنيها انتيريور برفوريتت سابستان. عارفيني يا جماعة بحيطة دي. الانترنال كروتت بيخلص عنها. يعني الانترنال كروتت. يدم طالع لغاية الحتة دي ويخلص. بس كده برضو يعتبر قرب خمس منين يا جماعة بالسر. ما هو داخل عشانهم. يبلوا على. اين ينتهي الانترنال كروتت? ممكن تقولها بطالب تاني. واحد. اتزابيز افزاس البرارة. صح? موفقا خلص عند البيض صحيح. عايز بقى تبقى بتاع المهوي. تقول له خالص. عند حاجة. الشرايين بتعمل لها صحوك كتير. حسنيها انتيريور برفوريت دي يا جماعة. صبستانس. حلوة قوي قوي قوي. حختم كلاميه. فروع الانترنال كروتت دي. بصوا بقى. ما بيش ماشي. الا ما سمع الفروع معاته. دي ما فيهاش في صن خالص. يلا يا جماعة مش هناخد خمس ده. واحد. وهو في الرقبة. وهو بالرقبة. ما بيديش فروعة. شكرا لي. هظن كده هناخدر اعرف في العمل الانترنال بالاكسترنال. اللي طالع منه فروع ده يبقى الاكسترنال. اللي مش طالع ده يبقى مين يا جماعة الانترنال. ادخل على المحطة بعدها. المحطة اللي بعدها. ففورامين اسمها ايه يا جماعة? كروتات. انتو طبعا ما تعرفوش مكان الكروتات في. روح تجاي جادة. ان الكروتات فورامين. ايه. كروتات. فورامين. بريزل. انصير. بترس بولي. فاكريني يا جماعة ابنت الصخرة. اللي اسمها بترس. اهو الكروتات لازق عليها. الكروتات جوة البترس. طب قلت يا دكتور متعرفنا مكانها ليه? ده اللي يطلع لي البرانشة. انت كده عرفت ان الكروتات فورامين جوه عطل جميني الى معها البترس. هنحط النقطة تحت حرف السين في كلمة كروتات. يطلع برانش. اكيد اسمه كروتات. بص اسمه ايه بقى. كارت يكون كلمة كارتكو مشتقة من كلمة كروتات. حد فاكر الوزن الوسطى اسمعها الحركة دي. تنبارك. الشويات ده هيغزي الوزن الوسطى ان شاء الله. يبقى اسمع كارتكو تنبارك. يبقى حرف السي فقرني ببرانش اسمه لازم تعرف سبب التسمية. اسم كارتكو يسبق الى الكروتات. واسمه تنبارك. لانه بيغزي الوزن الوسط. انت قلت القرطة موجودة جوه عدمة مين? البيترس. نحط نفة تحت البيترس. يطلع برانش سمعنا عنه كتير اسمه تيريو جويت برانش. ومش علينا ايه تفاصيل في يوم خلص. يبقى البرانش ايه? اوعد تغرض في المحطات. انت كده مرتبط بكل محطة. مش كله على بعضه. الخروط الجوهر مدرس. حرف السي. طلع لبرانش اسمه كارتكو تببالك. وحرف البي طلع لبرانش اسمه ايه تيريويت. كده نعرفت نين. تعالى جد لك. كامل اتنين سهلين جدا. شباب. هو ايه موجود في سينس اسمها ايه. دم بيها قد اسمها ايه. وانا في الكافيرنس حدي الكافيرنس. برانشات اسمها كافيرنس برجس. وكملني البيتيوتري جنبهاك. حديها. انا قلت البيتشوتري اسمها ايه? يبقى البرانشات بتاعتها اسمها يبقوا في زي. يبقى لجبت اربعها. يبدوهم ازاي? وانا في الكافيرنس. كان لازم اعرف انها افعاد ما اسمها. بيترس. وانا في الكافيرنس. اديت الكافيرنس. وديت الغدة اللي جنب الكافيرنس. وسميت البرانشات على اسم الغدة. وسميتها هايبو ايه يا جماعة? في زي. كده معك اربعة من تسعة. واضح ان الخاصة اللي فضيل. بيطلعوا برة الكافيرنس. لو انت شيخر حق فيه زاد. ما بتعرفش اللي موت. اول موت. صعفين جدا للخاصة. تعال اقناع بيهم وتعالوا نحفظهم سماء. والنبيا جماعة ما تفوتوا اللي جاية. شباب. هو اضع المشوار ده كله. عشان خطرني. السريبرا لغاية دلوقتي غزة السريبرا مينما? لا. طبعا انا متأكد ان انا عندي كاروتد يمين. ومتأكد ان فيه كاروتد ايه? شماء. ادي. الامترنال كاروتد اليمين او. او الشماء. ودي الامترنال كاروتد التاني او. عملوا حاجة يا جماعة? لا. هما داخلين عشان خطي العيون مين يا جماعة? السريبرا. هيبتده يغزو بقى. اول رج يدي السريبرا من قدام. يبقى سمر. انتيريور سريبرا الارضي. ادي واحد. ما داخل عشان خطف السريبرا مينما معا. ايه? برنش بيغزي السريبرا في النص. بتاعه دامي. كان اسمه انتيريور. يبقى بتاع النص اسمه ميدل سريبرا الارضي. اهو. لا يا عم لا لا. انتيريور سريبرا الارضي. وميدل سريبرا الارضي. ادي انتيريور سريبرا. وادي ميدل ايه يا جماعة? سريبرا. بصراحة. جارة العادة. مدام في انتيريور. بقى في ميدل. المفروض يبقى فيه ايه ايه? مع بوستيريور. البوستيريور سريبرا الارضي. انت اوضم يراه. كده البوستيريور. طلعوا من الانتيريور القروتي دي انا ما يبقوش برنشات بقى. يبقى الغاية دلوقتي. مداش هل اتنين بس. مالوش دعوة بالبوستيريور الخاص. بس فيه حد اسمها بوستيريور. هو الانتيريور. وده مين يا جماعة? المدر. الشرايين دي? قد ابتطها ضعيفة. لازم تتشبك معها. ازاي? ربنا خلق وصله اهل. حد يقدر يقولي الوصلة دي تعتبر ربطت ايه معي? الانتيريور مع الانتيريور. يبقى سماك انتيريور كوميونيكيتنج ارض. انتيريور عشان كوميونيكيتنج عشان بتوصل. طب وانا فالي يا الدكتور هو انا برانش لعب. خد بقى البرانش لعب. في وصلة كمان اهل. حد يقدر يقولي الوصلة دي. تعتبر ربطت ايه مع ايه? الانتيريور كوميونيكيتنج. او ده البرانش الكامل. زي ما سميت ده انتيريور كوميونيكيتنج. حسمي ده بوستيريور كوميونيكيتنج. اذا هذا الشويان لغاية دلوقتي عدة تلاتس. واحد انتيريور صح. اتنى ميدل سريبرال مصبوط. هل فيه بوستيريور بيطلع برانش بيوصلني. وحنسميه كده يبقى فضلك برانشات. استنى ما قولك تكيبه ازاي? واستنى ما قولك تحفظ ده ازاي كمان? دلوقتي هو يا جماعة الانتيرنال اسمه انتيرنال دي. عشان جلو الشيس. لأ شباب اتنزل معايا. هو الشيس ده جماعة. هو الارض اللي لسه برده ولا داخل جبه برده? انت فاكر ان الشيس بيدخل معاك? لأ. معنا كده هل الشيس يغطي الانتيرنال كاروتت تماما? لأ. يعني لو حد قال لي. الانتيرنال كاروتت يا ربطة. جوه الشيس كمبريدكي هقول لأ الله. مجرد انه داخل الجنجومة بعد برده الشيس. لان الشيس ما فيدخلش الجنجومة. فيه الفرق بين كلمة بانطرون وكلمة بانطاكور. ايه الفرق بليه? والله يا دكتور البانطرون طويل زي اللي حضرتها بلابسه. ما خبري ليه بقول لها صح. انما البانطاكور حتة هتبقى جواه وبقيت رجلية برها. طب الانتيرنال كاروتت بقيت. هل الانتيرنال كاروتت? كده يبقى لبس بانطرون ولا لبس بانطاكور? بانطاكور. روح تجاي كيف. وبما انه خارج الشيس. ازا يعتبر بيرتدي بانطاكور. شوف كلمة بانطاكور ايه? بانطاكور. اما بنلاقي ولدات لبس بانطاكور مع احترامي وتعفوزي طبعا. اه? شوف البنات بيوروا عليه? يا اختي عليه? يعني عليه? صور انا هقول كده عن راجل ده. وكأنه يبدي بانطاكور يعني عليه. اهو. تعالى بقى انا جبنك البرانشات اللي طارنا. شباب. هو اخر كان اسمه بستيريور ايه? كوميونيكايتر. حرف ديه? هو البستيريور كوميونيكايتر. يبا انا كده اكدت لك البرانشي بتقى التالت كمان مرة. البرانشي الرابعة. هنحط خط تحت انت. وخط تحت كور. ده شريان اسمه انتيريور كورويدل. يعني ايه? في النيورو. كلمة كورويدل يا جماعة? يعني مسؤولة عن تكوين السائل اللي حوالين مخنا. حد فكر السائل اللي حوالين مخنا اسمه ايه? اي حاجة تكون السائل لازم نقول عليها كورويدل. وعشان كده البرانشي ده اسمه انتيريور كورويدل. يبقى فاضل كلمة يعاني عليه? ازن كلمة عين. يعني افسد. يبقى البرانشي التالي. بوستيريور كوميونيكيتي. الرابع. انتيريور كورويدل. الخامس يعني باسمه ايه يا جماعة افسد. افتح المسجد. ويل이에요. اخوان تهو. اسحظ البران. اخوان بتا م eure we what ihre. يا اللي عالجم 8. انتيريور كوميllo con باسم اخوان. اخوان تاكي في انتيريور بب been. يا روى جماعة. هكفي بقى صفحة متين تلاتة وتمانين. متين تلاتة وتمانين. اقول صحب. متكوب بلاد صبنا. اكتب عن بلاد صبناي. كما بالرسم صار متين واحد وتمانين. كما بالرسم صار متين واحد وتمانين. في نص السطحة هتلاقي مكتوب بخط اليد كالعادة له تلات شروط وهم. اكتب بعد كلمة وهم هتلاقي مكتوب بنيوكراس كرينيا النبي جانبينيو صح? اكتب جنبها الرسم صار متين خمسة وتمانين. هتاخر سطرة الصفحة. حط خط تحت كلمة سيبيريو سيرفايكل سنبساتي جانبينيو. اكتب كعادتنا دائما. كعادتنا دائما. استنى. بعد كده مكتوب اللي لازق في الجلال ده صح? اكتب كما بالرسم صار متين واحد وتمانين. بعد كده هاتلي متين خمسة وتمانين. هاتل السطر التالت من داخل. هكتب مكتوب كوردة تنبنار. ومكتوب على كوردة تسوي وصلة. صح? اكتب وصلة زي الحبلة. وصلة زي الحبلة. بعد كده هاتلي الصفحة المتين سبعة وتمانين. هاتي السطر التاني من تحت. هتلاقي لكتوب لنجو والارتر التحتي خط. اكتب لانه هو الذي يغزي الغدى. لانه هو الذي يغزي الغدى. افتع بقى المذكرات جديدة. اول صفحة. مكتوب الاسم صارت فوق خمس. ميتين وتسعين. اكتب وصارت تلتمية وتلتاشر شرطة. تلتمية وتلتاشر شرطة. وكتب عليها. وهي الاهم. وهي الاهم. اخر سطر في الصفحة. دور على كلمة كيمو ريسيبتور. حط تحتها خط. معمو تتحكل في معدل التنفس. كله بقى رسومات رسومات هاتمتين اربعة وتسعين. اخر اربع سطور في الصفحة. مكتوب مش عالف بسنج بتوين ايه? لا اخر اربع سطور حط عليهم علامة استفهم قبل اخدوهمش الوقت. حط عليهم علامة استفهم مش بالوقت. المذكرة يا جماعة مليانة رسومات مليانة مليانة شو كل ده داخل في تسع صفح وصفات وربعة. هكلي صفحة تلتمية واحدة. تلتمية واحدة. هات السطر القابل الاخير. هتلاقي ما بيبدأ كلمة مديل تو قد يو سنتين اربو. سع? حط تحتها خطو وكتب. تذكر الكافرنا الصايدوس. تذكر الكافرنا الصايدوس. ايه لي بالصفحة? السطر الخامس هتلاقي عنوان اسمه برانشاس. واحد انزالك مفيش برانشاس. اتنين. في الكاروتن كانال موجودة في البترس بون. حرف السي فكرني ببرانش اسمه كاريته وتنبالي. حط خط تحت كاريته. وكتب. يسمى بهزا الاسم? لانه يخرج من الكاروتن. يخرج من الكاروتن. في نفس السطر. حط خط تحت كلمة تنبالي. اكتب. لانه يغزي الاظن الوسطى. لانه يغزي الاظن الوسطى. هكت انتم مية وتلاتس. عندك اسمه. هو يا جماعة ناحية تبقى ميديل ولا لك? حط ناحية البيديوتري ميديل والنحية العكسية لكم. حلو استنى بقى. كده الانترنال قروطة جوه الكافرنة. صح? ارسم خط لاتراني. وكتب عليه ابديو سنتلر. ارسم خط لاترالي. وكتب عليه ابديو سنتلر. هكت صفحة تلت مية واربعة. عدت اشرح لك بقى اللي انا قلته على خطوات. خطوات. اخر حاجة هكت تلت مية وستة. تلت مية وستة. انا كسفت اكتب بنتاكور يعني عليه بصراحة. كتبت بقى القصة كلها. هكت ده اخر كلمة. وكأنه يرتدي. صح? اكتب انت بقى. بنتاكور. اعملها كده بالزبط. بي نقطة. اه اني دي نقطة. سي اتش او ار نقطة. كتبته بنتاكور. استنا معتش اسباحنا. بعد بنتاكور افتح اكواس. وكتب بنتاكور بالعرب. بنتاكور بالعرب. وبعد كده اقفل وكس وكتب يعني عليه. يعني عليه. هتعمل ايه بقى? طلع من البيسة. اكتب بستير كوميونيكيتن. بستيريور كوميونيكيتن. وبعد كده. طلع سامن زي ما انا مطلع كده. سامن من كلمة انت. وسامن من كلمة قوري. وكتب انتيريور انتيريور كورويدل. انتيريور كورويدل. وبعد كده طلع سامن من عيني. وكتب على عيني. افسل منك. مع البسالة. موسيقى موسيقى